إذن مشاهدينا سنتابع الآن ملف جديد تركيا تحدد خياراتها في الداخل السوري منطقة آمنة بعمق 30 كم ومعارك واسعة في كل من منطقتين تل رفعت ومنبج في الشمال السوري هذا ليس حدود المعارك لأن الرئيس التركي أعلن أن القتال سيمتد إلى مناطق أخرى في سوريا فهل تكون هذه التصريحات إعلانا ضمنيا لبدء المعارك وعموما ما هي أبرز المواقع العسكرية في الشمال السوري دعونا نتابع التفاصيل في هذه الفقرة من غرفة الأخبار مجددا مع زميلتنا مورو جبراهيم تستعد تركيا لتوهل جديد واسع نطاق شمالية سوريا يعد خامس هجوم عسكري كبير لها خلال ست سنوات انتشرت معدات عسكرية على طول الحدود السورية وقصفات المدفعية مواقع تسيطر عليها جماعات مسلحة كردية تشير معظم التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام التركية إلى أن العملية تستهدف بشكل أساسي مناطق الجيب الشمالي لمنبج على طول نهر الفرات وبلدة تل رفعت وعين عيسى طبعا عين العرب كوباني بالإضافة إلى مدينة منبج وكلها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذكرت المصادر أن الهدف الأهم سيكون تل رفعت هذه المدينة التي تبعد 15 كيلو متر عن الحدود التركية يستخدمها الأكراد لشني هجمات في عفرين وأعزاز وجرابلس التي تسيطر عليها تركيا ومقاتلون مدعومون من أنقرة تسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على أغلب ريفي حلب الشمالي والشرقي في حين تواجد القوات الحكومية السورية في بعض النقاط في محيط مدينة تادف المقابلة لمدينة الباب تعلن أنقرة أنها من خلال العملية العسكرية تسعى لحماية أمنها القومي من خلال استكمال خطواتها لإنشاء مناطق آمنة أو شريط آمن في عمق 30 كيلو متر على طول حدودها الجنوبية مع سوريا تتمركز القوات الأمريكية في الشمال والشمال الشرقي حيث تغضع أغلب أو معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ترى الولايات المتحدة الأمريكية في الخطة التركية تهديدا لاستقرار المنطقة كذلك الأمر بالنسبة للقوات الكردية التي تلقى كامل الدعم الأمريكي من جهتها تسيطر طهران عبر الميليشيات المسلحة الموالية لها على مناطق سنجار وربيعة وطبعا المحاذية لمناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا كذلك المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ومدينة الميادين إيران تعتبر أن العمليات العسكرية التركية قد تهدد سياستها في العراق خصوصا أن نجاحها سيؤدي لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كم تشمل طول الشريط الشمالي لسوريا ما يعني انتقال تركيا نحو إكمال هذه المنطقة على الجانب العراقي